دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل والحوار بلاد السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام ونسأل الله رب العالمين أن يجعل هذه الأوقات في موازيننا إنه على كل شيء قدير نسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً إنه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرسول الله صلوات ربي وسلامه عليك يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك وعلى آلك وصحابتك وعلى أزواجك وذريتك وعلى كل من سار على نهجك واتبع هديك واستن بسنتك ومضى على دربك وحمل لواء دعوتك إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج هذا ديننا نتعلم فيه بعض ما ينفعنا ونسأل الله رب العالمين أن يعلمنا جميعا وأن ينفع بنا جميعا وأن يجعلنا ممن يسكمعون القول فيتبعون أحسن لا شك أن الإنسان المسلم بين الحينة والأخرى في احتياج إلى من يذكره بالله إلى من يذكره بدينه إلى من يذكره بما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة فنسأل الله رب العالمين أن نكون من هؤلاء حديثي مع حضراتكم اليوم حول موضوع في غاية الأهمية موضوع يتغافل عنه الجميع ويظن أنه من الموضوعات الهينة الموضوعات السهلة ولا يدري بأن موضوع اليوم عليه مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة ألا وهو بر الوالدين بر الوالدين نعم استعد أيها الأخ الكريم وانتبه أيها الأخ الحبيب وانتبه أيها الأخ الكريمة لما سنقوله اليوم لأننا سوف نلمس بعض المشاكل الاجتماعية وبعض المصائب التي تحدث في البيوت مع الآباء من الأبناء أو العكس فإذا علمت أن شيم النبلاء الوفاء أن شيم الكرماء هي العفو والمسامحة والإحسان إذا علمت أن النفس مجبولة على الإحسان إلى من يحسن إليها على حب من يحسن إليها معروف كده إذا أحسن إليك شخص أنت تحبه جبلة الطباء على هذا فما بالكم إن كان الإحسان لمن أحسن إليك سواء كان الأب أو الأم رغما عنك أحسنوا إليك قبل أن تولد وأغدقوا عليك عطفهم وحنانهم طوال حياتهم لكنك تنسى نعم أنت نسيت لأنك أصبحت شاباً أصبحت رجلاً أصبحت كبيراً نسيت ما كانت تفعله أمك من أجلك نسيت كيف كانت أمك تسهر الليل لتنام أنت كيف كانت ترضعك من سديها بل كيف كنت تأكل طعامها وأنت جنين في بطنها أنت نسيت الكلام دا كله النسيت لما كانت تزيح عنك القذرات وهي تفرح وتضحك ومبسوطة وسعيدة وهي تزيح عنك الأذى والقذرات وتحميك وتغسلك وأنت طفل صغير أنت نسيت عشان كده حينما ترى أن الله سبحانه وتعالى يقرن عبادته ويثني عبادته بالإحسان إلى الوالدين وبطاعة الوالدين قال سبحانه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا قَضَى حَكَمْ قرر الله سبحانه وتعالى أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا هُوَ أَنْ تَنْفِي الشِّرْكَ عَنْهُ أَلَّا تُشْرِكْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا ثم بعد ذلك اسمع إلى ثاني أمر وثاني قضاء من الله عز وجل بعد عبادته اسمع بر الوالدين قال سبحانه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا أَرَأَيْتَ أَوَامِرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكُ لماذا؟ لأنهما لولا هما بعد فضل الله عز وجل ما كنت أنت وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا ارجع بذاكرتك حينما كنت جنيناً في بطن أمك حينما نزلت من بطن أمك حينما كنت صغيراً محتاج إلى رعاية وَا وَا من الذي كان يتكفل بذلك يا أمك؟ حينما كنت باحتياج إلى طعام وشراب وكسوة وغيرها من الذي كان يتعب ويجد حتى صبت أنت رجل إنه أبوك؟ ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين وقرن الله عز وجل شكره بشكر الوالدين كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه ثلاث آيات أو ثلاث آيات اقترنت بثلاث ثلاث آيات في القرآن الكريم مقرونة بثلاث آيات لا تنفع آية ولا تقبل آية ولا يقبل عمل بغير الثاني زي إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى وأطيع الله وأطيع الرسول هذا أول وحدة طب أنا أطيع الله أطبأ القرآن زي من جمع القرآنين بقوله لكنني أعصي الرسول لكنني يعني أضرب بسنة الرسول عرض الحائط أطيع الله ولا أطيع الرسول لا يقبل مني ولا تقبل مني طاعة الله لماذا؟ لأن الأمر من الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول الثانية قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة وترك وضيع ومنع زكاة لا تقبل منه صلاته أقيموا وآته وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عبادة مقرونة بالأخرى لا تقبل إحداهم بغير الأخرى طب الثالثة قال سبحانه أنشكر لي ولوالديك لما قال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير فمن شكر لله عز وجل ولم يشكر لوالديه لن يقبل منه شكره لله عز وجل لماذا؟ لأن هذا عظم حق الوالدين اليوم سنتكلم إن شاء الله عن بعض الأصور البر وبعض صور العقوق وبعض المشاكل التي تحدث في البيوت بسبب عقوق الوالدين سنتحدث إن شاء الله من هم أولى بالطاعة من الوالدين أيهما أقرب؟ الأب أم الأم؟ سنتحدث عن بعض المشكلات التي أحيانا تحدث بين الأب والأم من جهة وبين الأبناء من جهة أخرى لا سيما عند النزاع وعند الفراق والطلاق بين الأب والأم من ستبر؟ ستبر الأب أستبر الأم؟ سنتكلم عن بعض تلك الصور لكن إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل عليه أحد الشباب ويقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أولى الناس بحسن أنني أحصن إليهم في الصحبة وفي الحياة من؟ قال صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك ثلاث مرات قال ثم من؟ قال أبوك وصاك الله عز وجل بأمك ثلاث وصاك النبي صلى الله عليه وسلم بأمك ثلاث مرات وبأبيك مرة واحدة لماذا؟ لماذا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الأم أفضل من الأب؟ العلماء نظروا في لماذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاث مرات وبالأم مرة؟ سيبك بقى من التعب والسهر والولادة والكلام ده لا لا ليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم كده العلماء قالوا آه تعالى انت كبرت وبقيت شاب وبقيت رجل ومسؤول عن أسرة وبقيت 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 ركت أمك انت ناسي أمك منتش فاكر منتش فاكر وهي حملاك في بطنها تسعى شهور منتش فاكر وانت بتأكل أكلها بتنص من دماء عشان تتغزة وانت في بطنها منتش فاكر منتش فاكر لما ولدتك أمك وهي في زفرات وطلقات الميلاد وألم الولاد والنفاس انت ناسي الكلام ده لكن انت فاكر أبوك شايفه قدامك شايف أبوك قدامك تروح يشتغل طيب حانا نسمع اتصال من أخونا اسمه ونعود إليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اسلام عليكم عليكم السلام وعشت الله بركاته إزاك دكتور ياهلا حبيب قلبي عزاك عليكم إزاك حبيبتك الله يخليك حبيب أبوك يا حبيبتك طيب سيباعي مش شرقي وانت طيب يا حبيب قلبي رباني يخليك رباني يخليك دكتور Whichever دكتور لو سمحت بس أنا بس لت عشترك يقول الله رباني يخليك بس متحلفش بالنبي أقول لا إله إلا الله بدأ حالفان فليتحلف بالله قول لا إله إلا الله كده الأول أسباعي والله يا دكتور أنا أبوي متوفي بداله ثلاث سنين ربنا يرحمه يا رب العالمين ممكن تسمعني من التليفون يا أسباعي تبعد عن التليفون خليك بس بعيد عن التليفون حاضر يا شيخ محاضر حاضر حاضرتك والله يا أبوي متوفي بداله ثلاث سنين ومن يوم ما توفى والله أنا يعني يعني عايش حياة يعني مش قادر والله يعني أنا تعبان ومش عارف أعملي حاسس يعني لأنا مخلوق والله ربنا يرحمه يا رب العالمين ربنا يرحمه طيب أخواتي أخواتي يعني ما أودهم مباروح ومباجرهم بس أنا تعبان الحاسس لأنا مخلوقه والله شكرا يا أسباعي أخونا حبيب نسأل الله أن يرحم أبوك وجميع موتانا إنه على كل شيء قدير الأب طبعا هو السند وهو الحائط السد بدون أبيك أنت يعني إذا فقدت أبوك فقدت الظهر والسند فقدت الحائط الذي كنت أسكنت عليه لكن إحنا نعمل إيه جاء أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل علي من بر لأبوي بعد ما ماتهما يعني الراجل بقول له يا رسول الله أبو يا أم ماته طيب نسمع أسماء ونعود إليكم إن شاء الله سلام عليكم أسماء من سهاجي سلام عليكم سلام عليكم يا أسماء سلام ألو أيوة يا أسماء فضل زكي فضلت الشيخ كل سنة وأنت طيب وأنت طيب يا بنت فضل آآ هسأل بس بس أسئلة معلشان أرفعك تحت أمر أول سؤال إيه حكم الدين في أني واحدة تلبس باروكة وهي مخطوبة تمام ماشي آآ تاني سؤال آآ أني أنا مش بقرأ فقرأ وكتب بس أنا بقرأ الكرآن جنسك المصحف بقعد أستهجر إذا أنا يما بقرأ الكلام مش ببقى يعني مش ببقى فحمة فعاد ببقى فحمة كرام وكلم لا ماشي التالت التالت أنا كلما أجي أصلي حاجة تمنعني عن الصلاة فأنا عايزة أي حاجة أعرف إزاي أتناظن عن الصلاة وأصلي إزاي وإيه حكم الدين في العمان اللي هي بتخلي اللي هو يعني بتخلي أخوهم اللي هو يعني بابا وعماني وكده قلبهم قاسي قوي 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 فبابا بيسمع كلامه فإيه حكم الدين في كده في الناس اللي هي ضميرها مش كويس ماشي ونفسي تقول لي ماما حاجة دلوقتي هي بتسمعك يا زعلانة مني وبابا خطر مشوار يعني فأنا نفسي تقول لها لي هي متزعلش مني واني أنا بحاولي على قد مادرة واسلوها ان أنا اللي غلطة اللي أنا غلطتها في حياتي كده غضبن عني فقدت واني هي تسمحني ماشي يا اسماء ماشي يا اسماء شكرا يا اسماء شكرا يا اسماء طيب نرجع الاسباعي الراجل جاء لنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبوي وأمي ماتوا أنا في حاجة ينفع أبرهم بيها بعد من ماتوا قال صلى الله عليه وسلم نعم قال إيه يا رسول الله الأولا أن تصلي عليهم يعني أصلي عليهم يعني تدعو لهم لأن الصلاة معنى الدعاء أن تدعو إيه لهم زي ما قرأنا في الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الإمام أبو هريرة رضوان الله عليه الصحابي الجليل كان حينما يخرج أو يريد أن يخرج من بيته كان يقف عند باب أمه ويقول السلام عليك يا أمه تقول وعليك السلام يا بني فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرة وتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرة يبصلا عليهم يعني الدعاء لهما اتنين الاستغفار لهما على طول استغفر لأبوك واستغفر لأمك الجميع كل من مات له أب أو أم أو غال عليه يستغفر له لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يأتي الرجل يوم القيامة ويجد حسنات كثيرة طيب نطلع فاصل ونعود إلى حضراتكم انتظرون إن شاء الله رجعنا على حضراتكم بعد الفاصل وكنا معانا سؤال من طيب نسمع سؤال من أم محمدا ونعود إليكم السلام عليكم أم محمدا الاتصال الفاصل تقريبا حاول الاتصال الثاني حبيبتي كان إسباعي طبعا احنا بنقول يا رسول الله أنا علي ايه؟ أبر بي أبوي وأمي الصلاة لهما قلنا الصلاة عن الدعاء والاستغفر لهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الرجل بقت يوم القيامة يجد حسنات كثيرة يقول من أين هذه يا رسول الله منين الحسنات دي أنا عملته هاش يقول ببركة استغفار ابنك لك فاستغفر لأبيك يا عم إسباعي والثالثة صلت من يعني كان يصلهم أبوك أبوك كان بيصل أخته اللي هي عمتك وعاخلتك وي 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 صل منك طيب صلهم والله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر ويكتب لك الثواب فأنا سأل الله أن يغفر لجميع منه طيب أم محمد ريجلتان السلام عليكم محمد السلام عليكم عليكم السلام محمد الله وبركاته الله يخليك تضال بلغوتي جيخ أنا عندي يعني أنا وانا من المت كم سنة كده جالي غدرست دهري فالدقاء علي صلي وانتي قاعدة أنا بطلي وانا قاعدة ماش فجيت بعد كده حاول أن أنا صلي وانا واقفة فعندي ويعت على ريجي فمش بقدر خلص أطلي وانا يعني واقفة ماش فكلما يجل صلي يجيلي إحساس كده يعني حد بيقول لي أني صارتك مش معبولة يعني ماش صلي بقى صلي صارت كده مش معبولة ماش 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 يعني عندي لما بقول لحد حاجة يعني عندي بيت أخوية كنت حينم وقالت لها أنت هجيبي بيت وبلد فقالت لي لا إذا أنا أجيب بيتين أوتاها لا إذا أجيب التواب وفعلا جابت التواب يعني ما بقول حاجة لحد بتحسن طيب بس أنا عندي إحساس كده يعني مش عارفة خير خير في حاجة تانية لا شكرا شكرا يا محمد شكرا يا محمد طيب يبقى إحنا خلصنا من أسباعي نرجع لأختنا أسماء بتاعة سوهاج بتقول مش بتعرف تقري قرآن طبعا يا حبيبتي انت بتعرفش تقري فلاكي أجر عند الله سبحانه وتعالى يكي أجرين يعني أجر القلاة وأجر المجهود الموضوع التاني انت بتقول حكم الدين في الأعمام واللي بيوزه خاله والدك عليك وكلام من ده طبعا يعني كل بيت ويأدرب اللي فيه لكن احنا مفروض ان احنا بيوت مفروض نتعاون فيما بيننا نتواصل فيما بيننا بالرحمة لان البيوت تبنى على الرحمة انت بتقول تاني حكم الدين في ايه في اللي بتلبس باروكة وهي مخطوبة والله لو خطبها يعرف ان هي كده لبس باروكة مابيش مشاكل لكن هو لو بتغشي يبقى حرام عليها مينفعش تغشي خطيبك وتظهيريه وبعدين بعد الدخلة هيكتشف ويعرف يبقى الموقف ايه فده حرام يتغش حرام يا إما عرفيه وطبعا يعني الوصلة والموصولة وكلام ده ممنوع يعني طيب أم محمد بتقول ايه بتقول ان هي بتصلي وهي كان عندها غضروب بتصلي وقعدة وحد بقول لها بيه كده احساس كده ان الصلاة مش نفع لا يا بنتي طال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طالما انت مش قادرة تصلي وانت وقفة صلي وانت قعدة صلي حتى المريض لي صلي هو نايم فدي ما فيش مشاكل وابعد الوساوز دي عنك أما انك كل ما يحصل حاجة أو بتخبيري بحاجة بتحصل دي حاجة بينك وبر ربنا سبحانه وتعالى فنسأل الله رب العالمين أن يهدينا لما فيه الخير أيها الإخوة الكرام صلة الأرحام أو بر الوالدين الوالدين هم أحق الناس بالصحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك فطبعا لماذا؟ لأن أمك تعبت وانت ما شفتش ومش فاكر تعبها لكن انت فاكر أبوك ويروح الشغل وجاي من الشغل وبسافر وجيب فلوس عشان كده ممكن أن انت ايه؟ تعم طيب الوقت انتهى لأن كان فيه ظروف النهاردة فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وبإذن الله نلتقي في مثل هذا الوقت من يوم السبت القادم نسأل الله رب العالمين أن ينفع بنا إنه على كل شيء قدير تقبل الله منكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر